تكريما لإنجازهم العلمي فاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل في الكيميا لعام 2018 وقسمت الجائزة التي تبلغ قيمتها ما يسوي مليون دولار بالمشاركة بين العلماء الثلاثة حيث ذهب نصفها الأول إلى العالمة الأمريكية فرانسيس أرنولد والتي ابتكرت أولى تطور موجه للإنزيمات وهي بروتينات تحفز التفاعلات الكيميائية ويتم استخدام تلك الإنزيمات الناتجة من خلال التطور الموجه لتصنيع كل شيء من الوقود الحيوي إلى المستحضرات الدوائية أما النصف الآخر من الجائزة فذهب إلى كل من العالم الأمريكي جورس سميث والعالم البريطاني جريغوري وينتر وطور سميث طريقة يمكن بها استخدام البكتيريا لإصابة بعضها البعض لتطوير بروتينات جديدة أما وينتر فاعتمد على الطريقة نفسها في إنتاج مستحضرات دوائية جديدة حيث ينتج عن مهاجمة البكتيريا لبعضها البعض أجسام مضادة يمكنها إبطال مفعول السموم ومكافحة أمراض المناعة الذاتية وعلاج السرطان ترجمة نانسي قنقر